اشتركوا في القناة طب ازاي اقدر ان انا اعمل ده وابدأ منين حلو حلو خارس طالما عرفت ان انا فيه حاجة غلط يبقى انا ماشي صح نقطة اولا ايه مهمة جدا جدا التغيير له قانون قانون التغيير بيقول ايه لازم اعرف ان فيه حاجة عايزة تتغير واعرف ان الحاجة دي ممكن تتغير واعرف ان انا الوحيد لقدر اغيرها تمام التغيير يبدأ منين يبدأ بالتفكير لكل اللي بدي اميله في حياتنا اساس وفكرة الفكرة دي دالها مشاعر واحاسيس تحولت الى عادات وسلوكيات وفي الاخ نتائج حايز اغير اي حاجة لازم اغير طريقتي في التفكير جميل جدا ان انا اهتم بغزاء المخ زي ما اهتم بغزاء الجسد زي ما اهتم بغزاء الروح لازم يكون عندي وقت للتفكير وقت للقراءة وقت لمشاهدة محاضرات وقت ان انا اثقف فيه نفسي اغير من طريقتي في التفكير اغير من المنابع اللي بتدخل افكار جواية ان كانت في وسائل اعلام حاجات هايفة بتخش جواية ابتدأ ننظف الحاجات دي باستمرار اول باول وخلي الافكار بتاعتي تتغير والحمد لله ممكن عن طريق ان انت على فكرة نجيب افكار ايجابية جميلة جدا لما اسأل نفس السؤال الصح لما اسأل السؤال الصح اجابات حلوة كتير جدا لما اغير طريقتي في التفكير على طول تتغير مشاعري واحاسيسي تتغير السلوكياتي وعداتي ونتائجي في الحياة فالبداية بتغيير التفكير مهم جدا انا عندما عندي رغبة للتغيير ابدأ فورا بتغيير افكاري والباقي كله بعد كده بيبقى سهل للانسان بالانسان بتبرمج من جوه يقدر برمج نفسه من اول وجديد ودي خلاصة علوم التنبيهة البشرية فالتغيير ممكن والتغيير مطلوب والتغيير مستحب عند الانسان يبدأ بتغيير الافكار والباقي بعد كده بيبقى في منتهى السهولة برافو عليك طالما عرفت انك انت فيك حاجة عايزة تتغير يبقى انت ماشي صح ان شاء الله تتغير للافضل الافضل باستمرار خد بالك في التغيير يكون بالتجزيق تغيير لما تقول ان اغير 10-15 حاجة مرة واحدة اصلا حضرت محاضرة فيها تغيير حقيقة تلك مش هتعرف تغيير ولا حاجة ابدأ حاجة حاجة سنة سنة واستمتع بالتغيير وحلوة التغيير بص لقى بعد كده التغيير بقى شي طبيعي في حياتك للافضل والاحسن باستمرار ربنا يا رب يحطك دايما في المكان المناسب واتغير نفسك باستمرار للافضل وتنمو في حياتك الروحية وحياتك العائلية وحياتك الثقافية وتنمو باستمرار للافضل الافضل شكركم شوفكم بالحلقة اجياء ان شاء الله